رحت الوالدي وقلت له بيقول لك يا باشا انت مكرر انت هتقفل الشركة صح؟ وطوله طم تديني ستة شهر اجرب كده اعمل حاجة في الشركة قال لي هتعمل ايه؟ قلت له هرجع الحاجة بفول بلان فلما تعملت مع الناس اول ربعة عشر بيقول لك وانا قاعد معهم طبعا اول حاجة كان عندي مشكلة وده كانت مشكلة محوريه في اول سنيني في الشغل مع والدي وقالوا هي لانا ابن صاحب الشركة قوة القائد مش بعدد الناس اللي هو عملهم بعدد القرارات الصعبة اللي هو خدها القرارات الصعبة هي اللي بتبني الليدرش كل واحد بيقول لها اناسه الليدر في ايام الحلوه لكن الايام الصعبة والقرارات الصعبة اعتقد دي غيرتك تماما يعني طبعا دي مدرسة اعتقد القبرة الثلاث سنين مدرسة مدرسة يعني اه 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 عند خاندهم يتقال لي اوحش مكان واصعب مكان هو الور�도 التروίζي بتاعت الاختياج بتاعت الكرارات طبعا المكان سائع قوي بارد قوي انت لوحدك صحيح وكل مستنيجي يشوف انت الكرار هتاخده معايا النهاردة في البودكاست صديقي مؤسس شركة منتم والسي اي او برضو للشركة اسماعيل سيرهانك زيك اسماعيل الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الولاء الوظيفي أساس استقرار الشركات كصاحب بيزنس عشان تخلق وتنمي مشاعر الانتماء والولاء عند الموظفين لازم تملك مجموعة من الأدوات والبرامج اللي بتساعد على تحفيز وتعزيز الولاء عند الموظفين وده بالضبط اللي بتقدمه شركة ولااء بلوس الراعي الرسمي لبيزنس بالعربي بودكاست تقدر تعرف عنهم أكتر في اللينك اللي في الديسكريبشن وقل لهم اللي انت جاي من بيزنس بالعربي ونكمل الحلقة السلام عليكم وإهلا بيكم بحلقة جديدة من بيزنس بالعربي بودكاست معكم أحمد رشاد مانجمين كونسولتنت ومؤسس منصة بيزنس بالعربي ومعايا ديف جديد وحلقة جديدة والديف ديف قالنا مدة طويلة بنتكلم على حياة كتيرة بصراحة قبل حلقة يعني بنتكلم على فكرة الفاميلي بيزنس وفكرة الفين تاك والأنترپنورشيب أو ريادة الأعمال وازاي الشركات ممكن تعيد هيكلتها تاني وازاي نقدر ننقص شركات اللي بتمر بظروف صعبة ونغير المصار بتاعها للربحية ومعايا النهاردة في البودكاست صديقي مؤسس شركة منتم والسي او برضو للشركة اسماعيل سيرهنك زيك اسماعيل الحمد لله الحمد لله الحمد لله أول بودكاست ليك أول بودكاست إن شاء الله ما يكونش أخر واحد إن شاء الله مخصوص جيدا أنا معك قبل ما نفيد الحلقة يا جماعة عايز أفكرك لو أنت أو أنت بتتفرجوا علينا على اليوتيوب ما تنساش تعمل بالنودفكيشن والسبسكريبشن واكتب لنا رأيك واسئلتك في الحلقة في الكومنت ساكشن وما تنساش تعمل شير عشان نقدر نوصل المعلومات دي لأكبر عدد من الناس ولو أنت بتسمعنا على أبل بودكاست أو ساوند كلاود أو سبوتفاي ما تنساش تعمل فايف ستار ريفيو وتكتب لنا كومنت برأيك في الحلقة اسماعيل عرفنا عن نفسك بقى طيب أنا والد وعندي بنت ولد طمرة ومصطفى ما شاء الله وعند نظر يعني بعمل حاجة تانية لأنا برضو النابل عوضو المنتزب لشركة آيباج اللي هي وكيل لواستر يونيو رميل جدا احنا بقى هنكلم في آيباج والحاجات دي بس أول بقى ايه حكاية سير هانك ده انا عايز عرف قصة هورا الاسم أو الاسم هو الاسم غريب احنا أصلا من الدولة العثمانية فبدأنا من دولة العثمانية بعد كده انتقلنا لكريت بعد كده من كريت على مصر جدي جدي يعني أنا فاني ستوري أنا اسمي اسماعيل مصطفى اسماعيل مصطفى اسماعيل مصطفى اسماعيل مصطفى أحمد سير هانك وابني سميته مصطفى برضو فاتسالجسي كده اللي هو يعني أكبر ولد بيسمي على اسم والده فجدي اسماعيل الأولاني اللي هو اسماعيل the first اللي هو الأول كان شغال في وكالة الحربية فكان جاي عشان ياخد رطبة بقى أعلى فأضطر ان هو كان يتنازل عن الجنسية ومن ساعاتها تنازل عن الجنسية التركية واتبقى بالمصرية وسنزلان من ساعاتها وإحنا مصريين حلو طيب إحنا حابب بقى أخد معك أصلا درست إيه في الجامعة أنا كنت جامعة أمريكية أنا في الأول كنت سنوية عامة وأكده اتخرجت دخلت جامعة أمريكية كنت اتخصص بيزنس وأخدت ماينر كنت عاملة ماينر ايكنوميكس بعد كده اتخرجت مجامعة أمريكية في 2012 بعد 2012 ابتقيت اشتغلت في شركة اللي هي شركة التكتل اللي هي بتعمل منتجات مختلفة سواء منتجات تحضيرية سواء منتجات غزائية وقعدت في حوالي 6 شهور بعد كده بعد 6 شهور حسيت لنا الشغل في البيئة دي ما كانش متماشي قوي معايا بسبب لأنا كنت ساكن في طريق مصر سكندريا الصحراوي انا طريق في شغل انا في الشغل فلما باجي هنحاول نترجم على قد ناريض انا يعني انا متفاني في شغل اه متفاني في الشغل فلما اجي بخش في المعايد العمل لما تيجي طولينا بيروح الساعة 9 انا بكون عام معايا بالنسبة لي الانتاجية دي اهم حاجة فحاسيت لنا المناخ اللي هناك كان مستريح شوية وهادي فانت قلت سبت الشغل انا وقلت انا بتعايز اقدم في حاجات تانية مين لي كنت مهتمة في حاجات تكنولوجيا اكتر حاجات اللي تكنولوجيا حلو قدمت في شركة من شركات الرائضة في حتة التكنولوجيا دخلت في اختبارات كتيرة جدا عادت تماني انتروبيوز وكان معايا واحد صديقي اصلا صديقي اخوي في المدرسة كان ما قدم معايا في نفس البوزيشن ودخلنا انتروبيوز كلها ما كانتش ليه نصيب ما تقابلتش وهو تقابل وهو الحد يومين هذا هو شغال في هذه الشركة وفهمت ليه هو تقابل انه دي حجم الحاجات اللي كنت اول قادر اقولك في نظر لنا كان فشل اللي انا اترفط من الشركة دي وكان بالنسبة لنا مؤكد اكيد هكون مقبول فيها طبعا التفكير مش شرطي كان صح ولما اترفط تقبلت حد من الكيادات في هذه الشركة وقال لي يا اسماعيل انت جاي بتقول لان انت بعد سنتين راح تعمل الانبياي بتاعتك وتكمل الدراسة اما مثلا زميلك ده كان جاي مستمت ومستقتل على الوظيفة دي فاحنا عايزين احسن نستثمر فيه هو عشان هو اللي هيقعد معنا وزان بقول لك اتثبت ان هو الحد الدولاتي هو مكمل معهم بقى له عشر اتنشر سنة مكمل معهم وانا بقى انتقلت بقى وسبحان الله اعتقد ده كانت تاني حاجة نعمة من عند ربنا ان بسببها بقى دخلت بقى وبطيقة اشتغلت في الفاميلي بيزنس وقعدت بقى كبرت فلا احنا كنا فيه الحد الموصل اللي احنا فيه دلوقتي طب احكي لي بقى ايه الانت ما دخلتش في الشغلانة دي ايه الخطوة اللي عملتها بعد يا دخلت هل دخلت في البزنس العائلي ولا عملت الواحد دورت على شغل تاني لا اعدت في الاول كنت بدور على شغل تاني اعدت كده حوالي بتاع شهر ونوش شهرين بعد كده جاي لي مكالمة تليفون انا ما كنتش عايز اشتغل في الاول خالص مع والدي كنت فكرة انا عايز اشوق طريقي بنفسي عايز ابدأ حاجة انا عملها بنفسي ان انا والدي الحمدلله هو رجل عصامي بنا نفسه بنفسه من الاول فلي نجاحات كتيرة جدا فبردو كان بتبقى صعب قوي اللي انت بتبقى غزبا عنك مربوط بحطة انت في الشدو او في الظل بتاعه بتبقى حاجة حلوة طبعا ودي الحمدلله بركة اللي انا تعلمت انه كان عندي منتر كان عندي معلم زيه في البيت اربعة وعشرين ساعة بس فنفسوقت بتكون عايز تثبت نفسك وتكون عايز اشتغل حاجة انت بنفسك انت وتوري نفسك حتى لوالدك والنفسك اللي انت عملت حاجة بنفسك فعدت شهر ونوش شهرين لقيت والدي بيكلمني قال لي بيقولك ايه انا عندي فرصة ليك زهبية قلت له خير قال لي دوقتي احنا كان فيه شركة من الشركات اللي احنا كلنا استحوزنا عليها هنقفلها فانرأي اللي انت تيجي عشان بعد شهر عمر ما رب تحط في موقف ده بس تشوف ازاي انت شركة بتيجي تتقفل ايه اللي بيحصل ازاي بقى بتصفي بقى ديون العظمة سواء كانت الدرائب التأمينات المرتبات اللي هيجي السايدة اللي هيح الشكل القانوني وهكذا بني بينا كنت مستغرب قوي في الاول اني حاسيت لانا هروح على شركة اني اول حاجة هشتغلها بجد هروح على حاجة هقفلها اللي هو اللي يعني صعبة يعني بس بحق الله ربنا بيبيع عنده حكمة يعني فروحت ده كان في اول الفين وطلاتاشر كان في ادارة هي اللي بتدير الشركة دي وروحت عدت في الاول كده اول 3-4 شهر بس بقى بزهر بقى بص بس بدرس كده بشوف المناخ عامل ازاي القدارة عامل ازاي الموظفين عاملين ازاي وانوا البيزنس ده كان ميديا ميديا كانت ده كان في حتة الاعلام بس كان في حتة بقى اكتر البابليكيشن في حتة الاعلام اللي انت كان بتتبع مجلات و هي كان بتفكرة ان كانت الشركة دي بتتبع مجلتين المجلة كان اسمها Egypt Today ومجلة كان اسمها Business Today. فالمجلات دول مثلا في مصر كان ليهم اسم كبير قوي. ليه? علشان طريقة الانجلش ما كان بيتكتب. كان عندك مجلة Egypt Today. كان بتتكلم عن كل شيء اجتماعي. مم. وكان Business Day بتتكلم عن كل حاجة فيما يخص رابط الاعمال يعني والشكل بيزنس. انا فاكر انا لما كنت عايز اعرف اخبار عن مصر يعني كنت عايش برا مصر. اغلب الناس اللي انتابع البودكاست عارفة لان كنت عايش اغلب حياتي برا مصر. فلما كنت عايزة يعني اعرف مصر بيحصل ايه فيها في البيزنس او الحاجات الاجتماعية كنت عود اقرأ المجلات دي اونلاين واقع خش على الويب سايت بتاعهم. فانت لما تعرفتنا على وقت وقلت لي ان ده كان يعني جزء من فاميلي بيزنس عندك او كده. صح. فقلت له ده انا اصلا كنت متابع قديم يعني. صح. فبعمش القصة بقى اللي ورا الموضوع ده. لما هي الفكرة ان هي كانت في الفين وعشرة. احنا كان والدي سايتها دخل واشترى حصة في الشركة اللي هي كان اسمها اللي هي كان فيها تحتها شكين. شك اللي هو الميديا اللي هو الاعلام. اي بي اي. وشك كان بتاع اللي هي الخدمات المالية. مم. وقال لهو كانت خدمة اللي هي تحويل الاموال. فهو شك الاعلام احنا هو عمر ما كان شغال في حتة الاعلام وما كانش مهتم بحتة الاعلام. وده كان في الفين وطلتاشر فانت لو تتذكر الوقت ده بعد تصور في الفين وحداشر واثناشر. مم. كان في بقى مشكلة كاشف لو وكانت مشكلة الدولار وكانت مشكلة او الاستمرارية بتاعت الاستدامة بتاعت الشركات. تمام. فروحت الشركة. مم. حتى زي بقول لك تلات اربعة شهور كده. وبعد كده معرفش ايه اللي خلاني يداني هزا للشعور اللي انا روحت الوالدي وقلت له بقول لك يا باشا. انت مكرر انت هتقفل الشركة صح? قلت له طب ما تديني ست شهور اجرب كده اعمل حاجة في الشركة. قال لي هتعمل ايه? قلت له هرجع حاجة بفول بلان. بتقول له بس ديني شهر. ليه خدت القرار ده? هقول لك ليه. مم. انا بؤمن بالحتة الانسانية قوي بحتة انت لما بتيجي تشوف ناس في فريق عمل. آآ في مادة. في شاطر. ناس بتحاول تشتغل بس ممكن يكون الظروف اللي حواليها هي اللي مش ملاقة ما قلت كل الظروف تغيرت بسرعة جدا. مم. فالشركة مش عارفة تواجب بهذا السرعة التطور. مم. فلما تعملت مع الناس اول اربعة شهور بقول لك. وانا قاعد معهم. طبعا اول حاجة كان عندي مشكلة. ودي كانت مشكلة محوريه في اول سنيني في الشغل مع والدي. ولا هي لانا ابن صاحب الشركة. دي ما تكونش سهل خالص انك تعرف تخرج من هزا الاطار. وانك تقدر تقول لهو لأ انا بعمل حاجة في هزي شركة مش بس لانا شخص آآ يعني عشان حظ لانا اتولدت ابن صاحب شركة فانا بقيت تانا اللي همسك الشركة. طبعية. فكانت صعبة اوي في الاول. فعدت اول تلاتة ربعة شهور في فترة تانية بدرس الشركة. اتعرفت بقى على الزمل اللي في الشركة. تكلمت مع الناس. سواء كان بقى طبعا الشوك اللي هو الاداتوري اللي هو حيطة الكتابة نفسها والنشر. او سواء حيطت بقى المبيعات او نفسها العمليات في الشركة. درست الشركة كلها. كلها. انت كنت عامل ام باي وقت اولا بعد? كنت عامل ام باي. كنت عامل ام باي. فكانت من الخبرات اللي انت يعني كسس نجاحات بتاعة اشخاص بتلاقي لنا عامة في وقت ما لازم بتيجي تاخد ريزك. في وقت ما لازم قبل ما تيجي تاخد قرار او تيجي تنفس حاجة لازم تدرسها كويس اوي. وانا معامة بطبيعي لازم بدرس الحاجة قبل ما عملها. حال. ومش هينفع ااخد قرار في الموقف ده. وافشل فيه. يعني كنت لازم ااخد قرار وكون انا قده. فقلت لانا اخد فتر ادرس وارجع لوالدي ببلان. وقد كان. اعدت شهر كده. اقال لي خلاص انا ما ديش مشكلة بس لازم ترجع لي ببلان. كان مستغرب اللي انت قلت له لا احنا ممكن ما نقفلهاش يعني. كان قدر اقول لك اللي هو ممكن يكون كان مستغرب شوية بس ما كانش مدين هزا الشهر. كان مدين اللي هو. شوف هيعمل ايه ده. اه ده شغلك اللي هو يعني ده يعني انت صح كده. اه اه اعدت شهر. بصيت بقى روحت اللي احنا اعدت تدرس بقى ايه المشاكل وازاي ممكن اخلي الشغل اه افشينت يعني يكون اكتر من اه انت جاية بتاعته تبقى افضل وتكون اه البيزنس عمتا ماشي صحة من كل الادارات. اه. فاول حاجة بصيت على اهم حاجة في الشركة وفي وقت ده كانت السيولة. كانت الشركة بتمر بمشكلة كبيرة جدا من احد السيولة. اه. فبصيت على حتة بقى البالنشيس القوامل المالية بتاعت الشركة وبصيت على كل وشوفت اولا هي كل الفلوس اللي لينا ولا علينا. وبصيت لقيت مين اكبر الشركات اللي المفروض تدي فلوس للاي بي اي من ناحية اللي هي الدعاية. فليت شركة محترمة جدا روح تقبلت العضو المنتدب. وده كانت بقى تونيجمو دي كانت لحظة لحظة محورية في حيات الشركة وفي حياتي وفي الستراتيجي اللي كنت هابنيها. اه. انها عدت مع الراجل الراجل في كمة الاحترام. وقلت له حدا كان ليا اكس مليون كان ليا كذا سيليون ل comparative 이. عنده يعني اعلانات. قال لي بص يا اسماعيل انت اخر واحد في الفودشين انا اول حد بالنسبالي التليفزيون. تات اخر واحد افكر اخر حد افكر ا época اتفعل فلوس. انا حتى اصطربت من الراد بتاعي. اصلي اسماعيل كنه واضح. اه واضح وصريح رياحك اه 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 قل لي انا عندي قال لي اول حاجة عندي التليفزيون عشان ده لا انا مدفعت لهش تاني يوم او في سنيته هيفصل الاعلان. هو تاني حاجة الجرائد. تالت حاجة كان عنده الراديو. وانت اخر حاجة عشان انا كنت مجلب تتبع مرة في الشهر وبتقعد تلاتين يوم في السوق. قال لي فلو ما دفعت لكش تعمل ايه? يعني هتلف وتقطع الورقة بتاع المجلات. صح. وقيت نظر برضو. وقيت نظر. وعنده حق لو فقدت فيها يعني. طبعا لو حد كان في المكان يمكن قولي طب ما كنت تنقل المجلات دي على طول ديجتل. اي. بس لا انت في مرحلة ما انت لما يكون عندك مشكلة كاشف له. انت بتدور بيبقى عندك زي اللي هو القاعدة تلاقي التمانين عشرين. انت بتحول تبص على ايه هي النسبة ايه ايه الحاجة اللي تعرف تننزل منها المصاروف بالمصاريب بشكل كويس انك تعرف تزود الربحية او تخلي الموضوع آآ في حتة الاستدامة. فبصينا على حتة البزنس موضل. البيزنس موضل كان شغال على ان هو آآ يعني بتيجي تعمل اعلانات بتنزل هو بتاخد فلوسك معظم الاعراضات جاي من اعلانات. هل. قلت احنا لازم نغير ده موضوع تماما. فقدمت بقى استراتيجية ساعتها للادارة في الشركة. وقلت له ما احنا هنغير الشركة طريقة شكلة ده موضوع. اولا احنا كنا منطبع في منطقة الحرة. منتفعلهم مبلغ كبير. وكانت ممتازة. 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 قلت له ما احنا بحتاجين ننقل. فروحت بقى لمطابع الاهرام وروحت اليوبية وروحت تقبلت النسبة لمطابع اهرام. عملت معهم ديل. ممتازة كانت ممكن تبقى اقل شوية من المطابع الحرة. مطابع الحرة. بس قلت له انا عايز بقى اطبع بقى كتير. فغيرت بقى تمام من عملت شفتنج. من الات بيززت رابنيو لقابي سيلز رابنيو. بدل ما كنا بنطبع عشرين الف نسخة. بنطبع ممكن نص مليون نسخة. خمسمائة الف نسخة. ولفت بنفسي على كل قتلات مصر. اربع نجوم وفوق. اربع نجوم خمسة نجوم. روحت بقى في سوما بي كل الوقتلات. روحت في سحل هشيش. روحت هنا في القاهرة. روحت في كله. وبقيت اتعاقد معهم ديركلي. انا بقى لهم اللي هي كنسخة للمجلات. عشر المجلات زي ما انت عارف بتتكلم انجليش. انا قصدي هو اي اجنبي هيعرف كل حاجة بتحصل في مصر. سواء من ناحية العملية او سواء من ناحية الاجتماعية. بطريقة سهلة عام. صحيح. وقد كان. الابنها بقى من قال لي خلاص جوهد. يلا توكلنا الله. وديك اتقام حاجة دايما كان بيقول لي لما ديجي ناخد قرار. وانس لما تيجي تقول توكلت على الله انسى خلاص وراك. انت درست. قول توكلت على الله وانسى. وقد كان اعمالنا كده. وبدأنا بقى انه يطبع بقى وبتاع قعدنا فيها حوالي ست شهور شغالين بالمنظر ده. زبطنا الكاشف له. خليباك بقى انا مشاكل التانية اللي كان بتظهر مرتبات. احنا مكون شونا ندفع مرتبات على طول اندفع ممكن ربع شهر في نص شهر في ربع شهر. بتقفل خلاص يعني. اه خلاص. تماما. لما انت جيت اتكلمت مع الفريق دلوقتي هو قاعد معاك بيقول يعني اسماعيل ده جاي ايفل الشركة او بيزبط عشان نقفل الشركة فهو نموت طبعا مش احلى حاجة. لما انت جيت وتقول لأ انا عندي بلان ان انا زي اعيد اللي احنا يعني كدنا فيه انتروفيو وكده بنتكلمة عن التورن اراوند او ان ان انا لأ انا شايف ان هي ممكن ما تقفلش وممكن نعيدها ونعيد هيكلتها عشان تبقى يعني بتربح او اه الناس تقبلت الموضوع ده اللي قالت يعني ما يعني بيحلم. اه بص بالنسبة لي اهم حاجة في المواقف زي دي هي الشفافية. انك لازم تكون دغري مع التيم تقول لهم اللي بيحصل وتقول لهم ايه هي البلان. عشان لو انت مش قلهم ايه البلان هيكون بالنسبة لهم انك بتعمل ايه حاجة وبتطبش. فانت لازم تكون مفاهمهم. فطبعا اخدتهم وقت في الاول لهم يفهموا اللي احنا بنغير الموضل تماما ايه ده? مش بنبيع اعلانات بقى بس بقى اول صفحة ونص صفحة واخر صفحة لأ ده احنا بس عايزين بقى ان نخش. مش مهم الاعلانات مهم اللي احنا نبيع. فلنا اقنع بقى البيعين ان هم يبتدوا بقى يشتغلوا معي اللي احنا هنبيع لكل الفنادق بس مناعدش بيع اعلانات ده كان مشكلة. المحررين كانوا طبعا في الاول ما كنوش فاهمين. اللي انا برضو جاي لهم مش الخلافية بتاعتي اللي انا درسها مش حتة اعلام. هل ده ممكن يؤثر ولا لأ? قلت لهم انا مش هتدخل خالص في حتة الادتوريال. في حتة النشر بتاعكم واللي انتم بتكتبوه انا مش هتدخل عشان انتم دارسين ده. دي مش شغلتي. انا شغلتي حتة العمليات. وقد كان قعدت معهم شرحنا كل حاجة. طبعا في الاول بيبقى فيه ناس ممكن تكون وده دائما هتليه في معظم الشركات. بيبقى فيه ناس اللي هي دايما تكون حاسة اللي هي الموضوع ده في حاجة جاي من وراه احنا مش متطمن له. فيه اللي هيكون مش فرق معا ده او ده. وفيه اللي هيكون لأ هو مقتنع بلي انت بتعمله وحاسس بلي انت فعلا خايف على الشركة. فهيعمل كل اللي قدامه اللي وراهنا هو يسعى ويجري ورا الهدف اللي انت وراه. هل فيه ناس مشيت من الشركة وقت دا قلت لك ده انا مش هاخد المجاسبة دي وضع الوقتي معاك انا هرشك لها كده افلى وهي زي بلوعي نط من المركبة يعني. فيه. فيه. وده بيوريك بقى اللون الحقيقي بتاع الناس. بس برضو مقدرش اه اه اظلمهم. عشان ما كنوش يعرفوني ولا كنشفوني في شغل. صحيح يعني هو بالنسبة له انت ابن صاحب الشركة. اه. 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 يقول لك حاجة اللي انا في حاجة درس اتعلمتو في حياتي او كوت مهمة جدا في حياتي ده ما مشي بيها. حقك اللي انت ابني ادم حقه نبقى ناني. في مرحلة ما. لازم تفكر في نفسك. لو عادت دايما انك تفكر في غيرك وبتاع هتهمل نفسك واشتفكر في نفسك. فالتوان بوينت في مرحلة ما لازم تبقى ناني. فالناس اللي مشت ما ولد دي اتوال بالعكس انا اش عارف ان ده هو بيفكر في مستقبلوا. ان ده كان في وقت عصيب انت فاكر الفين وتوالتاشا كان موضوع صعب. فكنت متفهم. في ناس مشت. الناس اللي كملت معي. قادروا لك ان احنا هم الحاجة دولتي لسا موجودين في الشركة. بعد لما احنا هحكي لك بقى بعد كده احنا عملنا احنا مبيعنا الشركة وبتاعهم لسا مكملين في الشركة. حلو قوي. طيب ابتدت اتعاقت مع القتلات. اه. اه. ايه اللي حصل بعد كده? ايه الخطوة تانية اللي عملتها عشان تقوم الشركة تاني وتدخلها في ربحية. ابتديني بقى نغير شوية في الكنتنت بتاع المحتوى. المحتوى المجلة. ابتديني نعمل حاجات اكتر بتواكب شوية العصر. ابتديني ندرس موضوع ديجتل ان انا هو مكلف. مم. فبيني وبينك احنا عمتنا كعائلة مش عائلة ميديا. مم. يعني انا هديك بس امثلة صغيرة. انا والدي في سنة الف وتسعمائة خمسة وتمانين كان هو اللي جاب مايكروسوفت مصر. مكانش في ميكروسوفت في مصر. مم. بعد كالة سنة الف وتسعمائة تمانية وتمانين كان جاب ارك لمصر. مكانش ارك الموجود مصر كان هو بتاع ارك في مصر. مم. بعدها بكم سنة جاب شركة اسمها اي اس اس انترنت سيكوريتي سيستمس في مصر. كانت كل حاجات لي علاقة بالتكنولوجيا. مم. فبس انت ما تعرفوش. مم. عشان احنا مش بتوع ميديا. مش بتوع علام. مش بتاع نوه يطلع في الجرائد ولا يطلع في. خلص هو بتاع التكنولوجيا. مم. في حتة تلميدي دي ما كانتش بتاعتنا. يعني برضو خلي بالك انت حتة تلميدي بيبقى فيها ليها نوهة وليها صنعة. صحيح. زي بتتكلم مع بتوع الصحافة دي مش بتاعتنا. صحيح. فجات لي في مرحلة لما لقيت ان احنا الكاشف له بقى يتزبط. مم. قلت له تما تيجي نفكر احنا بقى نبيع الشركة دي. قال لي لو اتعرف يلا بينا. قال لي انا في حتة تلميدي في مصر يعني. مم. فطلبت منها بلانتل. قلت له انا عايز اقابله. عايز اتعرف عليه كده وقبله اشوف لو اقدر اتعلم منه. مم. قبلته قبلت جزهر. كلمت معاه. قلت له انا عايز مرة قبل بقى والدك احكي له على احنا بنعمله في ايجيبت دي بزنس دي. وانتو اصلا الفصان عديد من زمان فنتعلم منك وبتاعم. ما كانش فيه نصيب. آآ لان الشركة كانت لسه من ناحية الربحية كانت شركة خسرانة. آآ ككاش فلو من ناحية الكاش كانت آآ تبت تتعافى. وضع احسن. آآ احسن. بس من ناحية الربحية لأ كانت لسه شركة خسرانة. فادي ما كانوش مهتمين. مم. كملنا في اللي احنا فيه وركزنا وقلنا احنا مش نعمل لها حاجة لمدة ست شهور. هنركز في اللي احنا نطلع الشركة من الناجتف كاش فلو من الراد ان جانرل السلبية للاجابية اللي احنا نبقى عندنا بقى يعني في القوانم المالية. وقد كان. اعدت في قاعدة. كنت في خروج قاعدة مع واحد صاحبي. اعرف انه كان شغال مع رجل اعمال كبير جدا في فترة تدماء كانت فيه ستاشر بقى. انا عدت بقى لو تفتكر انا بقولك من التلاتاشر. اعدنا بقى تلاتاشر. اربعتاشر. خمستاشر. شغالينا على الموضل ده. ما 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 عملاش استثمار في. عشان كان هيحتاج لحنا كان لازم عشان تتخش في لازم تستثمر صح. وكان لازم يكون عندك بقى المحتوى يعني والفريق وبتاع. فقلنا لا احنا هنستستين هنخلي بس فيه الحتة الاستمرارية زي ما احنا. لحد بس لما هنعدي الموج العالي ده. انت خذت منك ترت سنين عشان ترجع. سنتين ونس ترت سنين. اه اه اه. يعني مش وقت وسائر هسي الناس تبكر ان الموضوع. لا لا لا. والموضوع مش موضوع مش سهل عشان بيبقى فيه كمان خليباك فيه حتة شك انساني. انا بيجيلك بقى حد يكون عنده مشكلة مالية. وانت مش عارف تساعده. عشان انت ما كانش فيه فلوس في الشركة تساعده ازاي. صحيح. لما كان عندنا واحد ده مش تزاهر كان عندنا واحد نساعي نصب على الشركة كان فيه حد جابلين ربعمائة الف جنيه اخدها وهرب. كانت مشكلة. ده كان بالنسبة لنا دي كانت حياة وموت اللي احنا كده رحنا في تحية يعني. وده كان رقم وقتها. رقم. رقم. يعني مش اوازل رقم بس وقتها كان رقم. ايه. دي شركة كمان لها ايه يعني خلاص مش استعملها. مش مش قادرة. اه. اه. فالموضوع كان صعب. ايه. فاخدتنا سنتين ونص ثلاثة اه. لحد لما في عفلين وستاشر قابلت صديقي دم. فتكلمت وقلت له انا عارف انك شغال مع هزا الرجل اعمال. وانا عارف الوقت في مرحلة ان هو بيشتري بقى مجلات وحاجات دعائي وحاجات اعلام مبتاع. ما تقترح علي ان فيه شركة اسمها اي بي اي ميديا. عندها مجلة اسمها ايجيبتو دي. ومجلة اسمها بيزنس دي. وابسايت اسمه ايجيبتو دي دوت كوم. لو انترسد. وبنعمل كمان مؤتمر مرة في السنة اسمه بي تي وان هندرد. بي تي وان هندرد ده كان مؤتمر. كنا بنحلل المية شركة اللي في البورصة. وبندي جواز للافضل انتجية. من ناحية دقاء القوامل المالية والبرفورنس مطلقة الولداء في البورصة يعني. فمشي. بعدها بسبوع. لقيت سبحان الله. نفس الشخص اللي كان رفضني قبلها بستة سبعة شهور اللي انا كنت عايزة بيعلو الشركة. ايه تقوله بيكلم. قال احنا عايزين رجع نتكلم بقى في الموضوع. واحنا والانترس اللي احنا نفتح الكلام وبتاعة ومش عارف ايه. وقد كان. رحتول انا مش هنسا. كانت في. طب اش معنى جاء اتكلمك ما تعرفش. ما سألتوش انت اختفيت كده مدة طويلة ليه. ما انا انت رايح فين. يعني انت بتسعى وافهم. انت ساعات ما ما بتفهمش اخدار ربنا سبحانه وتعالى. يعني بعد سنين وتعدي تبص ما تعرفش يعني كان في كلمة كده ستيف جوبز يقولك انت يعني انت مش بتعرف تربط الاحداث وانت بتتحرك فيها. انت بعد ما تعدي عليها وقت وكده هتفهم هي تربطت ازاي يعني بحكمة عن ربنا سبحانه وتعالى. صح. صح. فلايتوا لما كلمني رحت لهم المكتب. مم. وبعد كده كنت قعد معهم في ميتنج. الموضوع ده كان مضحك شوية يعني كنت قعد وراحت لهم بقى بدراسهم وعملت لهم study. يبقى ايه من ناحية ال انت عندك في بقى في ديفرنت ويبقى عندك يعني موديلز مختلفة او نمازج مختلفة في حيات التقييم الشركات. مم. يبقى عندك فيه التقييم ممكن حاجة اسمها آآ جودويل يعني لو شركة مسلا باسم ولا حاجة فممكن تقول انا هدفع لها مليون عشان اسمها الحلقة او اتنين مليون عطبا. البراند لها قيمة لوحدة. لها قيمة لوحدة. لها قيمة لوحدة. وعندك بقى بتبقى طريقة ورده بتحسب ازاي الشركة بتحسب لها ازاي اللي هو السعر بتاعها العادل يعني. مم. روحت لهم بالدراسة دي وقتلهم بص يا جماعة الشركة كزا وشركة كزا. قال لي لا 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 انسى كل الكلام ده الدراسات ايه وبتاعها? انا اخدها بأكس. بمبلغة. هي كده. ايه كده. ايه كده. ايه. احنا بطبق لها متعلمه في الجامعة. انا بلغة جامعة ايه. اعتف ايه. اخد فقال لي هتقايمها كده. قطولي طب يعني انت ازا ايه كايما لك زي زي السمية دي. قطولي طب هي بكزا مليون. بصبت كده. اه. ازاي ده احنا كن نسا بيتكلم من سنة ولا بتاعه والموضوع كان بايز. ساعتها كان لو تفتكر في الفين وسبعتاشر لما كان كل اللي بقى الحديث بتاع المجتمع لما كان كيلو البصل بكام وكيلو التمطب بكام وكان بيغلى كل يوم. ايه. وقطولي يا فندم هو مبارح كيلو البصل زي كيلو البصل النهاردة. اه. ما انت لازم توصل بقى للهبن دي دوات. ايه. ايه. ايه اللي حصل ده. قطولي الحمد الله الشركة بقت في موقف احسن. انا عارف احنا حطينا وقت دي قطولي عشان نوصل للمرحلة دي ده في مجهود كتير جدا وتعب وعرقة حتى عشان نوصل اللي احنا فيه ده. اه. فبس اعدنا في المفاوضات تلات سابيع. اه. الشركة طبعا فيها مهمة جدا بقى دي الحتة اله ودي مهمة جدا عشان اعتقد ده اللي ربنا بيبارك لك عمنا في شغلك كله. اه. لو تفكر انا كنت بقول لك انا بيكون عندنا مشكلة سيولة وفي مرتبات اه. حال. عادت مع الناس كلهم في اول فبراير اول لما خلصت اتكدت اللي احنا بنبيع الشركة خلاص. حال. عادت مع كل الناس وتنين بص يا جماعة اللي بيحصل واحد اتنين تلاتة اربعة. ومرتباتكم لسه لكم مرتبات عنتي. لحد فبراير. لحد يوم لحد يوم اربعتاشر فبراير. ده كان يوم اللي احنا بقاني فيه الشركة. بتقول لكم مرتباتكم كلها في رقابتي. اه. خلصي البيعة وفلوس البيعة هسدد لكم كل مستحقتكم. بس بعد اه فبراير اربعتاشر انا مش هكون ليه دعو بيكم. اه. طبعا بقى كان الحديث ده بيبقى مؤلم جدا الخيبالك بيبقى صعب انا ساعتها كنت سبعة وعشرين ثمانية وعشرين سنة. اه. فالموضوع اللي انت تتكلم وموظمنا كانت ناس الشركة دي كانت متأسسة من الف تسعمائة خمسة وسبعين. ففي ناس يعني اللي هي الرئيسة التحرير بتاعت ايجب تو دي. دي كانت متعينة في الشركة عندها ساعتاشر سنة. وهي ساعتك عندها حاجة وربعين سنة. اه. فهي من زمان وهي في الشركة. اه. طبعا اتضايقوا مني وحسوا لانا ببيع الشركة. فقلت لهم يا جماعة ده خير ليك وده اللي احسن لكم. ان احنا احنا خاص اخذنا هزا القرار اللي احنا مش هنشتغل في هزا المجال. ده مش كارنا. فبالتالي يالا كانت شركة تقفل يالا الحمد الله نحمد ربنا احنا عندنا ثلاث سنين كلنا بنقبض وشغالين. على الا هو هيتنتقلوا من شخص لشخص تاني. ما كنوش مبسوطين طبعا في الاول وانت كده هتسيبنا وهم هعملوا فينا ايه. وقلت لهم لا اجماعة بعدد الناس اللي هو عملهم هير او عينهم. بعدد القرارات الصعبة اللي هو خدها. والقرارات الصعبة دي ان انت تمشي ناس. طبعا. وان انت تقفل حاجك تشغالة. وان انت تتعامل بطريقة نوعا ما براجماتية بس بقلب. صح. فقرار زي ده. القرارات الصعبة هي اللي تبني كل واحد يقول عنافسه في الايام الحلوة. لكن الايام الصعبة والقرارات الصعبة اعتقد دي اه غيرتك تماما يعني. طبعا طبعا. يعني مدرسة مدرسة يعني. اه اه انت عرف ان انا كان دايما بيتقاللي اوحش مكان واصعب مكان هو الوراء التراويزر بتاعت الاختياء بتاعت الكرارات. طبعا. مكان سائع اوي بارد اوي انت الوحدك. صحيح. وكل مستنيج ويشوف انت اتكرر هتاخده ايه. وبتبقى انت والقائد الشاطر اللي بيكون شايف الدوشة كتير جدا بس بيعرف في رقط الخط الدوشة اللي هو هيحلها يعني. وان لما بتعرف تشوف اللي هو هي دي مشكلة اللي انا محتاج ركز فيها دلوقتي عشان بيبقى في دوشة كتيرة جدا. في انك تعرف تختار وتشوفه اتاكل او هتخش في اني مشكلة وتحتلها ازاي. لان انت فكر فيها انت لما بشركة بتبقى او في حالة اللي هي مجهدة. مجهدة. هي بتبقى ما بتلعبك. فانت كل انت محتاج تعمل انت تعرف تفك اللعبكة. تمسك خيط في خيط طرف تفكه. عشان انا دايما بقول كده. ده قولي الحاجة الوحيدة دي هو اللي هو علم الفضاء هي علم الفضاء. فلو حد عملها هيعرف عيق غير هيعرف يعملها. بس انت لازم تعرف تعملها ازاي. ولازم تحط الافرة المجهود. الجهد يعني. بس فاجينا في الفين وولك وسبعتاشر يوم اربعتاشر فبراير. بيعنا الشركة. وانا فاكر اليوم ده عشان انا كان فرح يوم اربعة عشر فبراير. بعدها بعشر ايام. مس? وبعناها تماما. وعملنا الحمد لله كانت الموضوع مشي على خير. مه. وقد كان. اخدنا فلوسنا بعدها كام شهر. كلمت واحد واحد كنت عامل لستة. مه. عشان دي الحاجات خليبها لك لانتا لو ما عملتهاش. مه. ما اعتقدش اللي انت هتفلح في الدنيا. عشان يوني. لازم الواحد يكون فعلا خايف من بكرة. ولازم الواحد يعمل زي ما يحب يتعامل معاه. مه. فانا كنت اقول لهم كلمتي. كلمت واحد واحد. طبعا انا ما زلت لحد دلوقتي. واحدة من الماجينج ادترز اللي هي بتاعت بيزنس دي. بترفو ترد علي. وبتكلمنيش. وبتدقى مني. رغم ان هي لها فلوس. بتكلموا بعض بعتلها اسمسس مسجات. بتردش عليها. عشان شايفة ان انا بعتار. حاولت يمين شمال. درجة انا كلمت الاظر وخدت افتر. بتقول لهم الفلوس دي مش فلوسي. فاعمل فيها ايه. قال لك خلاص زكي بيها. طالما الشخص صاحب شأن مش راضي وبتاع. خلاص زكي بيها. وقفلنا شركة تمام. الولاء الوظيفي اساس استقرار الشركات. كصاحب بيزنس عشان تخلق وتنمي مشاعر الانتماء والولاء عند الموظفين. لازم تملك مجموعة من الادوات والبرامج اللي بتساعد على تحفيز وتعزيز الولاء عند الموظفين. وده بالضبط اللي بتقدمه شركة ولاء بلوس. الراعي الرسمي لبيزنس بالعربي بودكاست. تقدر تعرف عنهم اكتر في اللينك اللي في الديسكريبشن. وقل لهم اللي انت جاي من بيزنس بالعربي. ونكمل الحلقة. دايما يقول لك يعني دايما لما تقول لما تطلع في مركز بتاعك بتبقى الوحدة بتبقى اكبر. صح. واصعب لان انت بتاخد قرارات صعبة جدا فانت مش عمر ما الناس كلها تبقى مصطة منك. صح. ومهما حاولت ان انت تعمل القرار ده بقلب هي قرارات صعبة لازم بتاخد. بس انا دايما بقول يعني ان انت تبقى ليدر او قائد في مؤسسة او مسؤول في مؤسسة انت مش دورك ان الناس كلها تحبك دورك ان هي تحترمك لو حبتك كويس. بس ان هي تحترمك وتحس ان انت راجل عدل وتععف تاخد قرارات. صح. لان هو جايبك في الوزيشن داش تاخد قرار. صح. ويعني انا اعتقد من ناحية تانية برضو يعني الفاملي انا اشتغلت مع فاملي بيزنس كتير. ممكن اقول يعني من اللي انا شفته في البزنس العائلي كتير. ان والدك كان هو سابق. مم. ودي مش حاجة بتحصل كتير في البزنس العائلي. صح. طيما الاب او احنا بس يعمل حج. اعمل حج بيقول لك ايه. انت مش تاهم انا اللي تاهم. انا اللي تاهم. طبعا. فانت بتقعد ايه تركن كده. طبعا. فهو سابق واعتقد ان الخبرة التلات سنين دول انت طلعتها بدروس كتير. طبعا. برضو اه الحمد لله ده يعني فضل عند ربنا اللي انا اه انا والدي الفارق بيني وبينه مش كبير او. انا 33 سنة هو 59 سنة. اه صغير في السن. وهو طول عمره كان صحبي. يعني كان طول عمره صحبي وما خافش اقول له اي حاجة. وكان دايما بيقول لي انت السوق وضي عمل زي المبنى الكبير. لو تهز وقع مرة مش هتلصى متنين زي ما كان. فكان حتى في الشغل كتس. دايما بيقول لي اعمل الحاجة الصح. مهما لو هتتكلف ايه. الصح هو اللازم يتعمل. فهو حتى كان لما سابني في حتة الدعاية في الشركة تعطي اي بي اي ميديا. هو كان واصق اللي انا مش هخش في الموضوع ده غير لما كون انا واصق مليون في مية اللي انا هعمل اقصى ما عندي اللي انا اقوم الشركة. وبلاس يعني زيك كمان اللي انت عارف ان هو كان خاص واخد قرار ان هو هيئة في الشركة. فكان بالنسباله يعني على الاقل هتتعلم. صحيح. بس طبعا ان عشان برضو محدش يكون فاهم اللي هم موضوع كان متساب لي تماما ان هو لا ما هو برضو فيه موظفين وفيه رقبات ناس برضو في رقبات يعني فيه مرتبات وفيه ناس يعني بتهم في رقباتنا. فهو كان لازم برضو نكون الموضوع يعني مدروس. فعش كده بعد لما عملت الاستراتيجية اللي وافق وقال لي يلا توكل على الله. طب اسماعيل اللي دخل التجربة دي غير اسماعيل اللي خارج منها. ام. لو تدع تقولي انت كشخص انسان تغيرت ازاي? وقدروا اكتر ده استفادت فيها بالمرحلة دي. ام. اتعلمت ان الشغل مش كله بيبقى شغل وفرم ويلا وتعالى تسعى وخمسة بخلص. اتعلمت ان الشغل هي انك تعرف هي سيمفونية. يعني لما تيجي تعرف تدير مجموع من الناس. هي انك انت ماسك فعلا اوركستر زي المايسترو. يعني انت ماسكه وانت لازم تمشي بالنغمة مع كل صح. لازم تكون قري وعارف كل واحد صح. ولازم تكون عارف الى حد ما حياته الشخصية. يعني اللي يقول لك ان او الحاجة الشخصية او الحاجة اللي عملية ما بيختلطوش. الا مهم جدا ان هما يختلطوش. مهم انك تكون قريب من الناس بتوعك. فتعلمت الحتة دي. ودي اللي ساعدتني في حياتي عمتلا قدام في الشغل اللي انا عملته بعد كده. وآآ عملتك انك تكون متفاهم. لازم الواحد يكون متفاهم في الظروف اللي احنا فيها. واهم حاجة التواضع. لازم تكون متواضع. عشان انا دي كانت نقطة محورية بالنسبالي في الفين سبعتاشر لما الشركة تبعت. دي كانت اول حاجة في حياتي كنت تعملها. وصوت بقى والدي لانا انا نجحت. انا الشركة دي اللي انت كنت بتقفلها. انا رفت لانا هقلبها. وخليها ان هي تبقى قوزة في كاشفلو. بتاع كانت عملها ربحة كانت في الاخر قلبت. يعني كانت ربحها يعني. مربحة يعني. مربحة. وفي الاخر بقانها. كانت مهمة الحتة دي بالنسبالك انت تسبت الحتة دي. طبعا. اديتني انا جواي. بس زيان بقول لك كان دايما ودي كانت حاجة دايما الدرس كان والدي بيلولي حتة اللي هو اللهم ارفع من شأني وحط من نفسي. ان التواضع ده مهم جدا. اللي انت خليبها لك انا في السنة ده يكون سبعة عشرين ثمانية عشرين سنة عملت ديل وباعت شركة بتقفل برضو موضوع ما كانش يعني سهل. فممكن تحس اللي انت تكونت تتاخد في الجول هو ده نجامد قوي. ده انا عملتها. خالص. انا بالنسبالي ده كان تشابتر كان فصل انتهى قفلته ودخلت بقى في فصل الجديد. والا هو بقى الشركة اللي هي بتاعة الواسن يوني هي اي باج اللي هي وكيل واسن يوني من مصر. طيب يعني خلينا نقول بقى برضو لو انا جاي لك كده بقول لك بص انا يعني انت شايف الاوضاع الاقتصادية الناس بتعمل فيها فيه شركات كتيرة اا عندها مشاكل في الكاشفلو ممكن تقفل ممكن اا الدنيا مش ماشية كويس ونفسه يعمل تورن ارون ستوري او ده هو يعيد هيكلة او يعيد تدوير الشركة ان هي ترجع تاني بروفتبل. ايه الخطوات اللي انا ممكن امشي عليها او الحاجات اللي انت تقول لي لأ ركز هنا بص هنا كده قبل ما تاخد القرار انا هاقفل الشركة دي او مش هاقفل لان ممكن الحاجات دي تفرق معاك وانت ماشي بتحاول تعيد تدوير شركة تاني. القاعدة الاولانية غرورك الايجو عالكنا بها. ما نفعش يبع عندك حتة الغرور دي اللي هو انا لو محتاج مساعدة الجأ لحد بيفهم او حد عملها بل كده او حد عارف تتعمل ازاي. مش عيب خالص انك تكون في موقف تحس لو انت غرقان. الواحد هو بيغرق ما بيشوفش اي حاجة غير بيكون شايف بس مية في ايه ومش شايف. بس لو شاف ايد نزلته تحت المية هيشوف الايد دي وهيعرف لو ايه ده انا شايف حاجة هيقوم ازاك. نفس الكلام برضو في الشغل. مشكلة اللي الشركات وفي بالذات ممكن نقول لك في اله في اللي هو في اسمع لحد حسن منك. ادرس الموضوع. اهم حاجة الكائد الشاطر اللي انت لما تكون في وسط المشكلة تخيل انت فش باب. لو انت الباب انت هنا وانت فش وانت مش شايف وانت شايف ضلمة. طب لو اخدت خطوة ورا تشوف ايه? شوف شوية نور. خطوتين ورا شوية نور. ترجع ورا انت بيتشايف الباب كله. بيتشايف التكييف بيتشايف المشكلة. فتعرف تواجهها. بس لو انت مش شايف كل الكلام ده ووشك في المشكلة مش هتشوفها. فساعات بتكون محتاج ترجع ورا او حد يساعدك ان يجري ورا. هم. عميل جدا. طيب خرقت من المدرسة اللي انا اقول لها ده بالشيكس بيريس. يا مدرسة كبيرة جدا. اعتقد انت تغيرت من ناحية السخطة في نفسك. حسيت ان انا لأ انا بقيت ابني لنفسي اه كيان بعيد عن فاميلي بيزنس او كده. ايه المرحلة اللي بعدها اللي خدتها يعني في الكرير تاعت? المرحلة اللي بعديها اللي انا بقى اشتغلت في في الشركة التانية اللي هي اسمها ايباج اللي هي وكيل وسن يونيون وكنت محظوظة اللي انا اشتغلت تحت اه اللي هو كان مديري عبدالله السادة هو العضو منتدب. اقول لنا شوية عن ايباج ايه? طبيعة البزنس. اه مدورك كان في ايه? هي شركة مساهمة هي الوكيل بتاعت اه شركة وسن يونيون في مصر. اه. هي بتقدم خدمات الى ما تنسلوا تحويل اموال. هل. فالا وطريقة ما احنا بنديري الشركة او الشركة ما هي مدارة عندنا حوكمة. فانا والدي هو رئيس مجلس ادارة الشركة. بس في عضو منتدب هو اللي بيديري الشركة وانا كنت بريبورت لعضو منتدب مش لوالدي خالص. اه. وحتة الحوكمة دي مهمة جدا اننا برضو الشركات في مصر ما عندهمش الفكر ده علشان بالذات الفاملي بزنسز. ان دايما بيقولك ان تالت جيل هو اللي بيفشل تقريبا الشركة. ده حقيقة. عشان انا كويس ولا انا بنتج ولا انا ولا انا ولا انا. تالت جيل بيكون مستريح. يعني انا الولادي لازم اركز معهم اللي هم ما يكونوش متدلعين. عشان بالنسبة لهم يكون هو عايش في رفاهية. اه. فده بيبقى مهمة جدا. فالحوكمة هنا بقى بتفرق جامد قوي. ان انت يكون عندك كوربرت جامل سواله هي الحوكمة. انت عندك يعني الموضوع مش متسابل هو دي شركة ومفتوحة. لأ. عندك في مجلس ادارة صح. عندك بيكون في كوميتس يعني بيبقى عندك اللي جان بيبقى عندك الادارات. عندك طريقة الريبورتنج يعني طريقة اللي هو الشخص ومديره عملت ازاي. فكونت محظوظا واني انا اشتغلت معانه هو عبدالله السادة ده. هو كان ماسك من البنوك هو واحد وphetعани هو والدي التاني يعني. ومن classics انا في تلاتة في حياتي هما قصروا جامد قوي. ماهو درور لي كاربعة يعني عشان والدي طبعا عامي الله ارحمه. وبعد كيه عبدالله السيدة وبعد كيه الشريكي اللي انا شغال معه دلوقتي في منتن. اسمه اي منشو شريمالي. ففي اي باج احنا شغلنا اه منطالة بساطة اللي احنا بنقدم خدمة تحويل اموال. اه اللي احنا بنقدم خدمة يعني. فعندنا تمانية وتلاتين فرع في الحق الجمهورية. زي ادل احنا لسه عاملين شراكة مع البنك الاهلي وبنك مصر دخلين مع انا برضو في احنا بنقدم الخدمة من خلال فرع بتاعتهم. ستة وخمسين فرع في بنك مصر وخمسين فرع في البنك الاهلي. بس وبقى شغالين بقى ده في حتة. وده بقى رول بتاعنا ده الدور بتاعنا لما انا روحت بقى الشركة. لانا بقى الشاب اللي جاي مفروض بقى بالافكار الجديدة لحتة احنا ازاي بقى هنترانسفورم هنحول الشركة من النظام التقليدي للنظام بقى مستحدث في حتة التكنولوجيا يعني. ده كان امتى بقى سبعتاشر. يعني طبعا انا بالتوازي مع الميديا اللي انا زي بقولك انا مش انا ولا المحرر ولا حاجة فالشغل ما بيكونش كتير اوي فانا كان شغلي اكتر في حتة العمليات. فكنت بالتوازي شوية في الفين واخر خمستاشر ستاشر كنت ساعت بقى اشغال مع مع عبدالله السادة في في بس مش يعني كنت بساعد وبتعلم منه وبفهم منه وبتاع. حد لما في سبعتاشر اشتغلت بقى في كل حاجة بقى في الشرك. يعني بقى وده كان يعني عبدالله بيه كان اصار في الحتة دي اللي انا اشتغل شوية في الفروع. شوية في قطاع الالتزام. شوية في التسويق. تفهم جميع كلها. اخش في كل حتة وافهم كل حتة. مم. وبعد كياه في الاخر اه وداني برضو شوية في شكل اللي هو واحد بقى مع المركزي. التنزيمية بقى ومن ناحية الموافقات وبتاع لنا انا اتعلم برضو ده. ودي كانت مرحلة حلوة جدا في حياتي اللي انا اتعلمت كزا حاجة. وتغولت في كل الادارات. فشوفت كل حاجة. ومن ساعتها بقى بطلت اشوف ازاي ممكن اطور الشغل. فبتدين مسلا انا عملنا لزكاء الاصطناعي. فجبت فيه شركة. هم اصدقائي. اه بقى اصدقائي بعد الشغل يعني. وعملنا موضل يعني كده لنموذج. وسميناه وونو. وستن يونيون يوري ال اوبراشنز ناتورك. ولا هو كان بيبريدكت بيتوقع كل فرع من فروع الشركة هتصرف كم كل يوم. فبقى عندنا حتى الخزينة قطاع الخزينة بقى عارف كل يوم قطاع الصرواط يعني اللي هو بقى عارف كل يوم هيبعت الفروع لمين. بقى حاطين فيها حاجات خارجية اللي هو بورسة برا عاملة ازاي. الجو حر برا عشان انت عندك الناس اللي بتبعت فلوس يعني مسلا لو الامارات في الصيف. التحولات مش تيجي الصبح. التحولات تيجي بالليل عشان الناس مش عايزة تروح في الشمس يقف في اي حتة. فهتلاقي مصبر بالليل التحويل جاي. دينا بقى ندخل موضوع الذكاء الاصطناعي والماشين لورننج في حتة البزنس. بس دا كان نقلة في طريقة التفكير والادارة للمؤسسة دي هل ممكن اقول بقى في الفامري بزنس او البزنس برضو اللي فيه ناس بيحاجة يسمونه الالجارد او اللي عارف اللي هو الحراس القدماء. وعندك الناس الجديدة اولاك الناس الجديدة دي مش باهمة بقى ايه انت هيجوا تغيرونا معي ماشية. صح. صح. وصاعات كتيرة قوي بيبقى صعب تغير في مؤسسة فيه او ضغط كبير من الالجارد او الحراس القدماء للمؤسسة. طبعا. ان انت تعرف تطور. وللاسف وده من الحاجات الكتيرة اللي بتفشل الفاميلي بزنس او بزنس عائلي كتير. او بزنس كان عائلي وبقى مؤسسة. اه بسبب الموضوع ده. صح. ان الدم يعني زي ايه الدم الجديد ما ما بياخدش مجراء او بيتحرك. لا انت بتتحارب كمان من جوا. جدا. يعني انا جات لي فترة. كان لما بيجي باطلب مسلا اتبعت لي كان بتتبعت لي مقفولة اللي هو حتى ما يعني بتتبعت لي اللي هو سلايدز. عشان ما يشوفش حتى الكونت معارشة اعمل ادتنج للكونت. اطلب دوكمنت مسلا تجيلي ورقة. اتبعت لي بتاعها بالبي دي اف. عشان معارشة غير فيها يا حاجة. في المعلومات وشرط الكلاكولات تبقى واضحة. فكنت لازم بقى تخش بقى ان ده بتتخش بقى انليتك. يعني تخش بقى جوة في الاركام. جوة تفاصيل اعمى. انت ساعات لما بتكون كويس قوي انك تعرف تطلع وتتحلق فوق زي الهليكوبتر. بس مهم جدا انك تعرف وقت انك تعرف تنزل تخش بقى في التفاصيل. التفاصيل. اعم. فده اللي اطررنا نعمله. احنا طررنا نشمر. ودخلنا في التفاصيل اللي احنا ساعتها. كان فيه ادارة يعني قبل عبدالله بيه كان فيه ادارة. وسلوب الادارة من الشرط كان هو اللي متواكب مع الشركة. فكان مرة واحدة لقوا ان عبدالله السادة جاي. وبعد كده انا رايح اشتغل معاه. فحسين هو ايه ده. هو ده مصطفى سلان جاي يعمل ايه. ده بيجيب ناس جديدة. هو هنوين يمشونة. هم هنوين يعملوا ايه. فابتاخد جاء بقى وقت. انك لازم تشتغل معهم. لازم تقصب سكتهم. طبعا بيبقى فيه ناس من الاول. وده بكل الشركات. بتلاقي فيه الناس اللي هي شايف ان فيه مصلح عليهم. فيحاول يتقرب لك وشايف ان هو ده ممكن هو ده هينجحه. فيه ناس اللي فعلا جانوين حقيين. شايفين لا انت واحد جاي بفكره بعلم. عايز تعلمه وعايز تكبرهم. وفي بالي هو اللي هو المتشائم. اللي هو شايف يا عم انتوا جايين تعملوا ايه عم يا شركة كتماشية انتوا جايين بس يعني ايه. فابتاخدك وقت. اخدتنا فترة. اخدتنا مسلا سنة لحد لما عرفنا نلين مع كل الادارات. مع كل القطاعات. ان الشركة فيها عوالي خمسمائة واحد. بنتكلم في تقريبا تمام تسع ادارات. فالموضوع بيكونش سهل. فاخدتنا وقت سنة تقريبا زي ما بقولك. لحد لما الموضوع بقى خلاص عشقنا على بعض. بقوا فاهمين طريقة شغلنا. اه غيرنا بقى حياة كتيرة جدا. يا مسلا كان وحاجات صغيرة انت مش تخيل بتفرق جدا مع الناس. يعني كان فيه اسلوب ان ما ينفعش تروحوا للادارة. الادارة دي مقفولة دي بلاك بوكس. غيرنا عملنا احنا الادارة المفتوحة كل يوم. خش اي وقت اللي خش الاسماعيل خش العبدالله بيه خش المصطفى بيه خش اي حد سلم عليه قاعد معاك. مش غالي دي بتفرق ازاي. بس دي فرق تفكير اجهيال. يعني انت عندك الفرق يعني المدرسة القديمة لازم بقى القوضة كبيرة قوي. اه. ويبقى فيه بقى الكونفرنس. ايه الواحد اشتغل على فاملي بزنس. هو بزنس كتير. والستايل والقوضة الكبيرة. الجيل الجديد ممكن حتى من بداية من جيلنا. واللي بعده وكده بقى لأ حتة والدنيا مفتوحة. بزرطة. اه. دي بقى جزء كبير حتى طريقة. الكلام. اه الكلام مع المدير. اه. اه. اه ففيش المستر اسماعيل واحمد. اه. 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 بزرطة. اه. اه. بزرطة. دي اختلاف كبير. يعني حتى برضو انت لما تحاول تدخل. يعني الحاجات البسيطة دي اللي حد دخلتها في مؤسسة. لا هو مش يعني عارف بيبقى مرتبك لي. صح. بس ساعات بيبقى. اه. الموضوع ده هو اللي بيخلي الشركة بتادابت وتكبر. اه. يعني لما بتعملش كده هو معتقد انا لازم احارب الناس دي كده. هي ما بتكملش مالجيل اللي بعده ما بتكملش ببضعية. صح. بتوقع على الدنيا. صح. صح. وده اللي بتشوفها حتى في الدول. صح. يعني كان يقول لك ايه زمان يقول لك الاوقات الصعبة. you know hard times create hard men. الاوقات الصعبة بتبني رجالة اقوية. اه. والرجال اقوية. they create strong men create اه. good times. او الناس. صح. الرجال اقوية بيبنوا اوقات جميلة. ولكن الاوقات الجميلة بتبني. اه. ضعاف. او رجال ضعفاء. صح. فحتى في الاجتماعي يعني علم اجتماع. صح. طيب. قعدت في الدنيا بتادي تغير الموضوع ده. اه. بعد السنة دي الدنيا بتادي تتحرك الناس فهيت تقمن بيك ان انت تغييرات اللي انت عملتها. اه. لا لا موضوع اتغير شكرا الموضوع. دخلنا عملنا تماما للشركة. اه. كان ساعتها برضو كان جبنا حد يمسك حتة الفروع جاي من البانكينج ساكتر جاي من حتة البنوك. ففاهم بقى حتة البنوك. اه. علاقتنا حتنا مع بنكة تعاملنا مع البنكة المركز يختلف. بقى عايزين نفهم هم عايزين ايه? ازاي ممكن نساعد آآ الادارات. بتاني بقى نشوف كل ادار اختصاتها ايه? ويلا ممكن نعمل يا مسلا لو ادارتين بيعملوا حاجات متشابهة ممكن يخونوا بياندمجوا مع بعض يبقى ده قصم تحت ادارة. اللي انت برضو الفكر بتاع اللي هو اللين اللي هو انك تكون خفيف وسريع وبتاع ما بيكونش مبودة في مؤسسة كبيرة. صحيح. فانت برضو لازم تيجي بص على المؤسسة وتيجي بص على اللي هو على الهيكل الاداري. وتشوف ازاي ممكن تخليه انه ازاي ممكن تطلع منه اكتر انتجية ممكنة. بطريقة اوارد بزبط اقل تكليف. ويكون في تسلسل اداري مزبوط. ولازم الكيادات اللي هتكون في كل ادارة وتبقى كفئة. ما ينفعش تكون انت حاطت واحد مدير عشان بس انت تتصق فيه. ده كلام انا مع كل احترام ببلحوش. لما تقولي ده اهل ثقة. اهل ثقة ده ما بينفعش. ما بينفعش. ما بينفعش. انت كده اتكلم تزع ناس كفء. يكونوا عارفين الشغل. ودي كت حاجة كانت جاك ما قالها بتاعلي بابا لما قالك ان هو ما بيكونش هو اسكا واحد في القوضة. وده احنا عملنا كده احنا جبنا ناس اشتر مننا. ان احنا لو احنا اشتر ناس يبقى انتو هم ايه لازمتو. فلازم يكون الناس اشتر مننا. وجبنا بقى اوكاد كده. جبنا حد لمورد البشرية. شاطر جدا في الشغل اللي هو في. جبنا واحد للفروع عشان يدرها. جبنا حد الحتة عشان بس كده نعمل لنا بقى التحول الرقمي تماما. آآ بتينا بقى نعمل بقى بقى نقدم بقى موضوع للزكاء الاصطناعي في البزنس بتاعنا. ابتدنا نخش بقى اللي احنا عايزين بقى ننتقل من النزام الكلاسيكي للنزام اكتر متقدم في اللي احنا بقى نعمل بقى تطبيق الكتروني وندرس الموضوع. تسويق جبنا حد متفرد في التسويق عشان يبتدي يكبر لنا الشركة بقى ندخل بقى مختلفة وقطعات مختلفة ونجعي الناس عشان هما اللي يكبروا معنا الشركة. وقد كان انت تعمل اهم حاجة انك تعمل استراتيجية صح? تحط. يعني اقول لنا بقى يعني تيجي تحط اهداف تتحقق. ما ينفعش تحط هدف في السمة تقول انا عايز اكبر من البنك الاهلي مش هتحصل. مش وقعية. بس لما تقول انا عايز اكون متفرد في الحتة دي او عايز اعرف اقدم الخدمة بطريقة متفردة فينا هتعرف تعملها. بعد كده انا عايز يكون عندي الخدمة العملة كويزة فينا. بعد كده عايز يكون عندي اللي هو الرضاء العملاء. يكون وصل لك. طاعة تبني تبني تبني. هتنفسك انت في الاخر بانيت بقى البرج اللي انت عايز تبنيه. بس لو قلت انا هطلع لبرج الدور التلاتين وانت لسه في السفرة هتتعب قصة هتنهجة قصة هتحس لو ده كتير او. بس سنة 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 هتوصل له. صحيح. ودي خدت منك تقديها عشان تبتيت تغير الفكرة ده. ده ععدنا فيها لا فترة احنا ععدنا من الفين وسبعتاشر لحد الفين وتسعتاشر. مه. خدتنا سنتين شغله وموضوع كان طويل يعني. مه. والحمد الله اللي اثبت لك ان نجحنا وده كان وسام على يعني على استدرنا كلنا كإدارة. يعني احنا في عشرين وعشرين. مه. البنك الاهلي وبنك مصر دخلوا معنا مساهمين. جمه قال لك ايه ده? احنا الشركة ده انتم بتعملوا احنا مهتمين وكتاعة حتة تحويل الاموال كان حلو. واحنا بالعكس كنا مرحبين بفكر زي كده ان يعني سلام بنك الاهلي مصري وبنك مصر. لما جم. الديل خلصت في اربع خمس تشهر. مه. من اول لم تدوا يدرسوا الشركة. لحد لما خلصوا الديل كلها. مه. ودي كانت في الكورونا. انا بقولك عشرين عشرين. مه. بدأنا في مارس. لو تفتكر ساعتها كان في الاعصار بتاع التنين. لما سموه الدراجين بتاع له كان فيه الجو كان فيه. وقفلوا البلد لو تفتكروا وساعتها كورونا وقفلنا. عادنا اربع خمس تشهر. عملنا كل التقييم كل حاجة ودخلوا معنا مزاهمين. وده يزبط لنا اللي احنا كنا كل شغلنا صح. اللي احنا كان كل ورقنا الحمد لله تمام. البيزنس شغال صح. الميزانيات تمام. الادارات تمام. فالديل خلصت بممتهى الثلاثم. وبرضو عملت على الورق ولا تكلمت في سعر البصل تاني. لا لا ده بقى. لقد ادراسه. لجبنا تلات مقيمين بقى او مقيم عادل بقى. لقى موضوع كان مختلف تماما. لقى مش بصل والكيلو. لقى كويس. عشان بعد ال اي اي وكده بعدين هلتقيم الشركة في سعر البصل تاني ما صعب. حلو قوي. تعاملت الموضوع ده. انا عارف انت انت قلت وكان في مرحلة مينثن بقى. احكي لنا طب انت كنت تانية حلوة والدنيا قامت. في انفسترز دوم. صعب. وانت بتريدت اسبط نفسك في المجال ده. ايه اللي خليك تخش ريادة الاعمال وشركة الوحدي واعمل شركة ومالكنان ده. لا ده. يعني. يعني ليه اه. اقول لك. ده كمان. ليه دعم في نفسك كان. العشان اولي. الموضوع مشوق علشان. لما يكون عندك حكمه ويكون عندك ادارة صح. انت بيبقى عندك حاجة اسمها ساكساشن بلاني. وبقى عندك الخطة بتاعت مين اللي جاي بعد كده. ام. والمدير الشوطر انه لازم يكون عنده حد تحتي هو ده اللي جاي بعده. واستكمالا كمان لكده ان احنا اه بعد عشرين عشرين لما دخلوا معنا للبنك الاهلي بنك مصر. في عشرين اتنين وعشرين بنك الكرة دخل. لانا اللي هو طلب مننا لا احنا عايزين نخش معك برضو مساهمين بجزء. ودخله معنا. فده الحمد لله كان وسام. اللي واحنا يعني شغالين صح. بننتك صح. غيرنا الموضل بتاع الشغل صح. اللي احنا عرفنا ننقله من نقطة الف لنقطة دي. طيب. منثم بقى جات منين? وايه اللي خلاك تخش في السكة دي? وانت كنت راجل يعني الخلاص بقى انت يعني عملت حاجة واسست واسبتت نفسك في شركة يعني كبيرة ودخلت انفسترز والكلام ده كله. ايه اللي دخلك في كار ريادة الاعمال بقى? وانا عايز شركة والتانية ومنثم. ايه يعني ليه خدت الجمب دي عماتة ده? او قولك بص. فكرة منثم جات ان احنا لما دخلوا معنا المساهمين والشركة البتدت تكبر. ساعت احنا قلنا ان احنا كنا محتاجين بقى نعمل التحول الرقم اللي كنتم حكي لك عليها. فكنا جبنا شخص اسمه هيمانشو شريمالي. ده كان ماسك اللي هو كان هاد اوف ريتيل كان هو اللي ماسك الفروع. لجنسيته ايه بقى? اه عرفتم ازاي? هو عايش اصف في مصر بقى له تداتراشر سنة. اه. وهو كان اه في البنك في بنك العربي الافريكي شغال هاد اوف ريتيل. فلما ساب البنك واحنا دخل معنا المساهمين قلنا نحن محتاجين بقى نتحول ومحتاجين نعمل تطبيق الكتروني ومحتاجين نعمل كور سيستم. كنا بنبني زي كور بانكينج سيستم يعني زي السيستم ساعت البنوك. عايزين نبنيها انهاوس جوة داخلين عندنا في شكل. داخلين عندكم يبقى عندكم سيستم الداخلي. فكلمنا استاذ هيمانشو عايز تيجي تنضم الينا احنا بنبني واحد اتنين تاتا قل ليه اطبعا نحب نيكي. انا كنت عارف قبل كده عشان هو العرب الافريكي بيتنافس معنا في يعني في الشغل في شغل لتحويل اموال. فكنت عرفه من قبل كده ايه. فجي الشغل عنا وبعض ثلاثة اربعة اشهر. يعني ما كانتش موضوع محتاج فكر كتير يعني. يعني انا هو يعني احنا هو حبنا بعض استراحنا لبعض حسنا احنا عايزين نشتغل مع بعض. حال. هو كان ساعتها بيدرس في الجامعة الامريكية. آآ كورس بتاع بانكينج. مم. فكان ادي للطلبة زي كده كده تدريب بيقول لهم يا جماعة شوفوا كده الميزانيات بتاعت البنوك كلها وطلعوا لي كده انتم شايفين ايه غريب. فقال طلبة كلهم لما هم بوصوا قال لك ايه ده ده البنوك سكتين لسبعين في المية من البرتفوليو من حجم بتاع المحافظة بتاعتها محطوطة في اوزون خزانة وهذا معظم الربحية بتاعتهم. البنك بياخد الفلوس بيحطها في اوزون خزانة. فالبنك بيقول لي انا جات لي فكرة. ولو هي ابتدأ يشرح لي فكرة. والي هي بتاعت منسم. قال لي مش عايز نيجي نعمل حاجة مع بعض في هذا المجال. مم. وقلتوله ده بالعكس ده انا ده دي مزيكة في وداني. انا احب طبعا عامل كده. هو مجال ايه بقى? مجال بقى حيطة اللي هو الفينتك اللي هو والي هو الخدمات المالية. بالزبط كده. اه. احنا بقى لنا كم حلقة كده ناس كتير قتلنا احنا عزين حاجات في الفينتك. فجبنا لهم يعني سيل من الحلقات في الناس دخلت مجال الفينتك. عشان يفهموه من يعني من وجهة نظر مختلفة بالأخطى من حد. فينتك هو منطقة البساطة هو الخدمات المالية بس بتستخدم بالتكنولوجيا. يعني هي كل حاجة يتبقى مستخدمة بالتكنولوجيا. احنا مسلا احنا عاملين حتى منصة ادخيرية. هو هو عبارة عن تطبيق ومنصة ادخيرية. بتساعد الناس لهم يتدخروا احسن. فلي احنا كنا عشان نبني حاجة زي كده عشان ندي للناس شعور او نفس المنتج زي فكرة الحساب التوفير اللي انت تروح البنك تحط في حساب توفير مئة الف جنيه وتاخد عليها فايدة. قلنا عشان نعمل نفس هذا الموضل ونفس الفكرة. كنا لازم نخلق حاجة اللي هو زي ولو هو العربية اللي هتطلع العائد ده. فخلقنا صندوق استثمار. فعملنا صندوق استثمار وهو اسمه صندوق منثم ذو العائد اليومي التراكمي. ده الصندوق ده بيستثمر فلوس فقط في خزانة مصرية. طب. فدي حتة السيفتي والسيكين. طب سؤال يعني هل البنوك برضو كانت يعني بقى دي برضو انت كتير من البنوك تولك انت ده جاي نفسني. مم. فبرضو ما كانتش سهلة يعني. اه. انت بتكلم انت بتحارب حتيا يعني. اطفك 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 مع المنتج اللي ايه العقلية دي في مصر احنا طبعا موجودة. بس احنا مش بنفس بنوك خالص. اه. البنوك انت بتتدخر فيها. مم. بتستلف منها. بتدفع من خلالها. احنا منصة الداخلية. فاحنا مش بنفسهم. زائد الطريقة اللي احنا عاملين بيها الشركة ان احنا صندوق استثمار. مم. فاحنا مش زي البنك. انت البنك بتروح تفتح عنده الحساب وبتوضع عنده في حسابه وبتاخد عليه بقى شيكات وعليه. احنا عاملين صندوق استثمار وبعملينها ميسرة للعميل ان هو بعملنا بطريقة انه شبه حساب التوفير. فعملنا بطريقة سهلة قوي. يعني لما تيجي ودي حاجة مهمة جدا خيبية احمد لما تيجي الشركات اللي هي النشأة في حتة الفين تك. لما يجي عمله تطبيق اهم حاجة الـ UI والـ UX اللي هو الـ User Interface والـ User Experience. بتبتليها عن طريق ااب ولا طريق ايه? اه. هي ايه. 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 او ام. وبعد كده خلاص من المنصر بتقوم داخل بتقول انك عايز تضيف فروس. اد ماني. بتزود الفروس. اول ما تحطي لك في بتديك فايدة. الفايدة بشكل يومي. بينزل لك الفايدة كل يوم. كل يوم بساعة عشان الصبح. بكل يوم. بس جمال الموضوع اللي زي ما كنت تقول لك بقى حتة الـ UI والـ UX الحتة اللي هي ازاي بتعمل هو بمنطقة البساطة ازاي بتاعتك سهلة للعميل. يعني طريقة ما بيتوجل طريقة ما هو بيتصفح الـ application سهل ولا صعبة. طريقة ما هو بيعرف يختار option للتاني موضوع سهل وميسر ولا معقد. ده اهم وقت انك لما تيجي تبني فنتك لازم تكون مركز فيها. عشان هي دي اللي بتساعد نجاح الشركة على طول اللي انت بتلاقي الموضوع السهل. في احنا طريقة ما احنا عملنا التطبيق هما زرارين. وفيه التالت اللي هو يعني انك بتشتري الوصائق يعني انك عايز بتضيف فلوس وبتستثمر في انك بتسحب الفلوس. السنة دي الاستثمار عم باتا نحمد عشان تكون عارف. انت بتيجي بتشتري شهادة وبتسترد شهادة. احنا غيرنا المصطلح ده. خلانا انك بتضيف فلوس وبتسحب فلوس. ازاي حساب البنك. يبقى نفس الفيل. نفس الشعور اللي انك بتتعامل مع حساب توفير يعني. بس. طيب في فئة من الناس يقول لك والله انا اصلا ما جلتش عايز اعمل الموضوع في البنك او كده عشان من موضوع الانترست. من منحة شرعية منحة كده لك انا الان من الموضوع ده. هل انتو حاولتوا تحيلوا الموضوع ده عندكم? حلو. دلوقتي في سنة دي استثمار بتبقى شريعة يعني بيبقى فيها بورد بيبقى فيها مجلس ادارة بيبقى شريعة بيحدد بقى البنوك اللي بتتعامل معها وبيبقى فيها قوانين وقواعد لازم بتتنفزها يعني. احنا ما جينا نعمل تطبيق خلي بالك ونجي نعمل صندوق الاستثمار. فبنحبش خلص نخش في حياتة الدين والشريعة وايه الصح وايه الغلط. انا لما يجي عميل بيتكلم معي بقول له انت عارف الصحة وغلط ده قرارك انت. هوافر يعني بالاضافة ان انت عندك ان اوزون الخزانة ودي هي الحاجة اللي احنا بنستثمر فيها. مفتي الجمهورية قاله ان هي ما فيهاش مشكلة. بس انا عمري ببفتيك كلام ده لأي حد. انا بقول العميل احنا بنستثمر في وزون الخزانة. لم يجي قوله انت شريعة بقول له احنا مش شريعة فده قرارك انت. انت تاخد انت القرار. حل. حل. طيب انت دلوقتي ايه درول بتاعك في منثم? انا شريك مؤسس والسي او او يعني رئيس التنفيذ للعمليات. فانا اللي مسؤول على المبيعات. مسؤول على التسويق. مسؤول على مسؤول على مسؤول على مسؤول على مسؤول على مسؤول عن آآ آآ ففيه كذا ادارة كده احنا انا دي المسؤول عنها. ويمنشو هو بقى المسؤول على الماليات التك. والآآ والآدمين اللي هي الهدرية. طيب انتو دلوقتي احنا خمستاشر. احنا بدأنا زي بقولك في نوفمبر عشينتين وعشين لما بقينا يعني. واحنا دلوقتي خمستاشر واحد. طب ويالبلان على السنتين تأتي القدام? انت رؤيتك ايه لما انت مع متى? آآ كلنا بتكلف موضوطة بيجي لجوز بومبس. بقى تحمس. ان آآ منثم دي البداية. ولو هو حيطة للدخار. ممم. وقدام هنضيف حاجات تانية. يعني انت لما تيجي حساب التوفير. انت بتستعمله ليه? ليه تدات حاجات. تدخر. مم. تدفع وتحول. حل. فاحنا حالين في منثم نجحنا اللي احنا عاملين للدخار. مم. قدام ان شاء الله ودي ساعتة اللي هنروح بقى ساعتة للبنك المركزة عشين ناخد موافقة في حيطة اللي احنا يبقى عندنا امكانية انها ممكن تدفع من خلال منثم. مم. فلو بقى عندك انك تدخر. تقدر انك تدفع من خلال منثم. وبعد كده تقدر انك تحول من خلال منثم. يبقى انت كده كأنك سايفينجز اكاونت. باسكل. فهو ده اللي احنا شغالين عليه اللي احنا نقدمه. مم. بعد كده بقى عندنا بقى يعني احلام تانية كتيرة يعني. حلو. طيب انت يعني بتبني بزنس جديد. كنت بشغال في مؤسسة مكوز بطي عندك ولد وبنت صح? صح. طمر ومصطفى. اه. فيعني انت وبتحاول تعمل حاجات يبقى ليك نوعا ما من حياة اجتماعية. انت بتحاول تدير او تعمل نوع من البلانس او يعني ممكن نقول توازن بين الحاجات دي كلها الدوايات دي كلها ازاي? اه ما اقدرش اقول لك لانا عندي خلطة صحرية. يعني اقدر اقول لك ان الموضوع مش سهل خلص. اقدر اقول لك انا ساعات بكون مؤثر في البيت. اه. ساعات بيبعندي ويك اندي يوم جمعة ما وصبت لازم اشتغل فيه. انا اكشي كل جمعة بشتغل فيه. انا كل جمعة من الساعة 12 للساعة 4 عندي كونفرنس كول مع التاك تيم بره بنيني بتابع معاهم. اه. فطبعا بيجي على 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 حساب حاجات. لازم دايما تحاول وهدي اللي كتوقت لك في الاول لازم تحاول تكون اناني. ففي اوقات لازم تقول لأ انا هكرس الساعة دي او ساعتين او اليوم او اليومين للعيلة. او هكرس الويك اندي للشغل واللي بعده لأ. ولازم تعلم انك تحط زي تحط كده زي حواجز في حاجات معينة. اه. بس الموضوع طبعا مش سهل. بيجي على يعني انا مسلا انا اصحابي بابيتش شوفهم تريبا خلص. يجي انت فين يا ابني بشوفهم في كل فين وفين في المناسبات ياه وانت فين ومش فين. الموضوع ما يكونش سهل. بس. بس دي الحقيقة يعني انا انا ديه بقول وبين باجز. والجماعة. انت لأ انت هتضحي. اه. يعني كل كل قرار عشان ينجح مؤسسة انت هتضحي في حاجاتها. ايه انت هتضحيه. كل حاجة ليها تمن. كل حاجة في الدنيا ليها تمن. عايز تبقى ناجح ليها تمن. ممكن هتقعد تزاكر زي في المدرسة. مش تخرج مع اصحابك. في الجامعة نفس الكلام عايز تتمرن. يبقى هتتزاكر وهتتمرن. مش صحيح تعمل كل حاجة. اللي انت ماشي. مستحيل. 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 وصعبة. صحيح. صحيح. طيب. سؤالي بقى انا في اسئلة بحب دايما يعني ايه. اخد الجزء الاخير في الحلقة فيهم دايما. اه. فواحد اه. اسماعيل لو انا عدتك قدام نفسك وانت عندك واحد وعشرين سنة. تنصح نفسك بايه. انصح نفسي. كنت ازم اقرأ اكتر. انا ما كنتش بحب اقرأ. تعلمت القرية على كبر. يعني اللي هو. وتعلمتها اللي هو بطريق اللي هو. دي حاجة هتفيدني فلازم اقرأ. مش اللي هو انا حابب القرية. فكنت احب اللي انا عملها من بدري. عشان كنت هارف اقرأ حاجات اكتر. كنت هارف اكون. بتكلم مع ناس بيقرب فتعلم منهم عشان. انت في الاخر التعامل زي السفينجة. فلازم تقرأ التمتص قد ما تقدر. وكنت هكون في اكتفتيز اكتر عامة في الحياة. يعني في حاجات بقى اه مش اجتماعية بس بس اكتفتيز عامة. ايه معنى النجاح عامة في الحياة بالنسبة لك. شو البيزنس الحياة مثلا. انح تكون مبسوط. النجاح انك تكون مبسوط وراضي. ده النجاح. دي اهم حاجة. يعني مش اللي يكون معاك فلوس ولا. يعني انا قدامنا حتى وعد صابقا بيتكلم معي على على موضوع الفلوس. بقول له انا بالنسبة لي وده كان حد الهالي. مش انا اللي بختراح. الفلوس دي هي ما الا سيفتي و سيكورتي. هي امان. امن وامان. يعني هي. امن وامان. من الاخر. تعبت طرف تتعالج. محتاج تسافر عشان تتعلم. هتطعرف تسافر تتعلم. في مشكلة هتطعرف تحل لها. ده هو ده. غير كده مش مهم. تفتكر في البزنس ايه الاهم? الفريق ولا الفكرة? طبعا الفريق. بالنسبة لي. طبعا الفريق. عشان دايما الفكرة من غير ولا حاجة. من غير تطبيق. فمين اللي هيطبق? هو الفريق. فلو انت عندك فريق اطرف تخلق عليه فكار. يعني لو انت واحد بيلدر. لو انت فريق ايه انت عارف. كل واحد عمل ايه وعندك فريق تعتمد عليه. اما الفكرة بتبقى فكرة. فكرة من غير تطبيق هي فكرة يعني. ما وصلتش لحاجة. طيب. اه انت ايه اكتر نصيحة حد قليلك في الحقيقة متى ان مفرقت معك? قلت لك في الاول. حقك انك تبقى قناني. كل واحد بيجي في وقته في حياته. حقك انك تبقى قناني. ما فياش حاجة انها عايب. انا عايز اعمل ما انت من دلوقتي. فوالدي بصيري قال لي حقك تبقى قناني. قال لي ما ادرش. قال لي بس دايما افكر. ايه الرسالة اللي انت بتقول. بس. فالواحد بس طبعا مش قناني اللي هو انت تبقى سالفش. اهه. من غير ما تراعي الناس. تازي الناس الحقيقة. لا لا لا. اهه. تاخد قرار نفسك. نفسك. عشان كل واحد لازم يخلي باله على نفسه. اه. حالته الصحية سواء الزهنية الجسدية. فحقك انك تبقى انا شايف ان دي مهمة في حاجة يعني في كل حاجة اللي انت محتاج وقت لنفسك. يعني ما تدرش انت دايما تدي 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 فالمزل البطارية. ان انت كل شوية تدي فالبطارية بتخلص. امش عارف. بزبط. يعني ساعات انت حتى في العلاقات. تقول ايه? انا محتاج يوم لنفسي. رايح اعمل كده عشان اعرف ادي لأولادي حب. عشان اعرف ادي يعني الامراطي اهتمام. عشان اعرف اشوف انا محتاج وقت لنفسي. مليون في المقه. فديم مش اه كتير قوي من الناس تبكير على ايه. انت كده لا. هو انت عشان لو انت حرقت نفسك الشعب تم حاجة تانية سواص. انتهت يعني. في سؤال بقى احنا ايه? احنا احنا الواحد وعشرين سنة. احنا نحن نكلم على الجانب التاني. اقول لو انت فكرت كده ورحت فكرت في اخر ايامك. تقول انا حابب الناس تفتكرني بايه? او تقول علي ايه ايه? في اخر حالي. ان انا شخص اعملت امباكت قصرت. يعني عملت حاجة فادة المجتمع. فادة الناس فعلا. مش بس اللي انا بعمل حاجة عشان اه اه اتربح من وراه. انه ده واحد فعلا تعمل حاجة قصرت في حياة الناس. مم. وهي دي منثم. يعني انا انا فعلا من الناس اللي بقوا من انا منثم مقصرة في حياة الناس. اللي انت فمنثم انت تقدر تحط من اول جنيه لحد مليون. مم. وبنتعامل مع اصغر حد زي اكبر حد. مفيش بقى عندنا خلص اختلاف انت بقى والث مش والثة كام مش كام. فدي حاجة مهمة جدا. انا فاكر واحنا دردشنا قبل الحلقة. قلت لي قلت لك طب ما بعد ما انتم. عادت كلمي على ومش حال فيه قصة كده. انا بعشق الطبيخ. اه. بعشق الطبيخ. يعني انا حلمي حلمي حلم يعني اللي انا في الاربعينات اعتزل اروح ادرس طبيخ فعلا. مم. وافتح حاجة لنفسي. الريستوران صغير عشر طرابيزات صغيرين. مم. حتى لو قلت لك الموضل ممكن يشتغل جمعة وسبتة وحد يعني اشتغل صوري خميس جمعة وسبتة بس. اول لسه مش فكرتش بس يعني هتبقى حاجة دافنت لي في الفود اندستري وحاجة انا هطبخ. يعني مش حاجة اللي انا هيبقى عندي صاحب مطاعم. لا. انا عايد اطبخ. اللي انا بستمتع. لو ما كون متضايق بخش بببخ وبطبخ. انا اللي بببخ خاصة يعني امرات ايه حاجة هي تكون اعمل لي كزا اعملها. يعني ببست وانا بطبخ. اعمة. فهي تبقى هذه. اه ايه لو انت اريد كتاب او اتنين في البيزنس او ال gathering او ال personal development واثروا معاك يعني. حب ترشحوا من لنا. كان في كتاب اسمه unlocking the value chain issues. دي كابلينغ هو كامل يعني. ده كمن احلى الكتاب اللي انا قلت قلتها. بزبطك. لا. دي كابلينغ. دي كابلينغ. دي كابلينغ. دي كابلينغ. تاكب. ده بيوريك اللي انت يحف ت بي ليزر فوكسد. انت مركز. انت مركز في اللي انت بتعمل مش عايز اعمل كل حاجة. مش بيقولك اللي هو صاحب بالين كداب و مش فيه. انت حتركز. فده اللي احنا عمله في مانتن. لو حسنا بقولك احنا تطبيق الدخاري. مش بقولك احنا عايزين نبقى نعمل واحد اتنين تطق. بنركز في حيطة الدخار. هنشغل فيها. هنجودها. هنخليها احسن حاجة ممكنة. وبعاكيا نفكر في عاجات اضافية ندخلها. في كتاب تاني. حتى لو فكشن. في كتابة سوى معروف قوي. ده مهمة. ده مهمة قوي قوي. عشان ده انا كان عندي عيب. ده بيوريك اللي انت اللي هتعمله دولناتي احسن ما هتعمله بكرة. ما تسيبش حاجة بكرة. عشان انت مش عارف اللي يحصل. ودي تثبتتلي كتير. ايام اقول عادي هعملها بكرة. يقوم طللي حاجة بكرة مش عارف عملها. مش هقدر عملها. فهو the power of now. now is very powerful. انت اتكلمنا شوي يعني احنا كلمة عن family business and generations. انت عندك دلوقتي مصطفى. وعندك تغارة. لو انت تقول دروس لان اعرف انت علاقتك قريبة بولدك يعني. فاييه الدروس اللي حابب تنقلها ليهم عشان تحافظ على قوة الفاملي في جيل تاني. اول حاجة لازم يكونوا عارفين the value of money يعني يعرفوا كيمة الفلوس يعني يعرفوا زي انت الواحد تعب وشئي. علشان يوصل اللي هو وصله ده. يعني مش هنسى مرة كنا في الفين وخمسة. وعشان عارف انك تحب بموتسكلات بسمى اتركش القصة دي. كنا في الفين وخمسة. والدي خرجت انا هو كنا عاديين في كافي. قلت بقول لي عارف يا سمعة. انا كنا في شهر ستة او شهر سبعة. قال لي ان لو السنة دي قفلتها زي ما انا عايز. هجيب لي نفسي متسكلة هارلي اللي كان نفسي فيه. قلت له طب ليه باش ما تجيبه انت تقدر تجيبه. لما كان يجيب لي اي حاجة يقول لي انت عارف انا تعبتها عشان اجيبها. انت عارف انا اشتغلت ايه. انت عارف ايه اللي حصل فيها. فخليتني ان انا يكون حاسس بالموضوع ده. فدي حاجة لازم احسسها لولاتي. عشان انا عايزهم يعيشوا في العيشة دي. مش عايز يكونوا عايشين في حتة. موضوع مقفول ومش شايفين الدنيا والحالة فهم. محطوطين في بابل. كوكاها. فدي حاجة مهمة جدا يعني. وبتشوفها حتى دلاتي بتشوفها في الاجيال. بشوفها ولات اصحابنا وبتاع. مع عمرنا بجرد وتاكسي عمرنا بجرد مكروائي قصدي. مهمة انه يعيش في العالم ويشوف. فدي حاجة مهمة جدا. انه هو يكون فاهم التعيبتات دي. وقيمة الفلوس ايه هي. وما يكونش متدلع. دي مهمة جدا يعني. اسماعيل في نهاية الحلقة انا حابب اشكرك على قاعدة الجميلة دي. وانا يعني من اول ما قعدنا مع بعض لقاعدة دلاتي. ما انتم عنك عمتا في المستقبل. انه يعني في اي حاجة انت تحبي يعني او تكون شغال فيها باذن الله. ان شاء الله. مرسي جدا يا حمد. انا مبسوط جدا. بص عمتا انا بأمن بين الارواح بتطلق او بتتنافر. فانا من اول لما قبلتك حاسيته. يعني حاسيت اللي انا عارفك من زمان وانا مرسي جدا. وانا مبسوط انا كنت معك النهار ده. ان شاء الله. شكرا. ولو انت او انت لسه بتسمعوا الحلقة لغاية دلوقتي. ما ننسوش تعمل subscribe bell notification لو انت بتتفرج علينا على اليوتيوب. ولو انت بتسمعنا على ابل بودكاست جوجل بودكاست او spotify ننساش تعمل five star review وكومنت برأيك واسئلتك في الحلقة. ونشوفكم في حلقة جديدة من business بالعربي بودكاست. ما تنساش انت سي او حياتك. سلام عليكم.